موسيقى 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 يا رئيس حسن الحل الريد السماعين موسيقى موسيقى سلمتك ي doctor his man لكل اجل منتاب القافل بعد امان في رعبتك والرسالة دي توصلها للشيخ عبدالجليل عبدالجليل مين داره على نص عطفة الرمان تسلنها له يدا بيد المنظر دي أصبح يتكرر أكثر من اللازم وحيفضل يتكرر طول ما فيه أحرار عايزة تتخلص من ظلم بدران موسيقى يا شخ فاضل في ايه يا ابني من قفلة وسلت الله يبشرك بالخير يلا إبراهيم زمنه موسلو الخان وبفضل الله ايدنا نتغلب على اللصوص وهي القفلة قدامك سليمة من غزه ربنا يبارك فيك يا ابني محتاج لي عم الشيخ فاضل ربنا ما يحرمنيش منك يا ريس حسن انا مش هعطلك دلوقت انا عارف ان والدك في انتظارك على نار سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يخسرتك يا ريس اسماعين يخسرتك ايوه يخسرته يا جعفر اللي زيده ما يتعوضش انا برضو في الخدمة يا عم الشيخ فاضل دلولة ستر ربنا كان زمنها آخر دلوقتي من الاموات ربنا يحميك يا ابني والله يا عم الشيخ فاضل انا محبتش اتكلم لما حسن عين نفسه ريس على القفلة وقلت ان الكلمة الاخيرة كلمتك انت وحسن اخوات مفيش فرق بينكم ابدا فعلا اخوات فعلا السلام عليكم يا شيخ فاضل وعليكم السلام يا سيد عبد الجليل ومال الريس اسماعين فين مش شايفه الريس اسماعين تعيش انت محبتش النصوص هجموا القفلة الخبر صحيح والعمل اخطر الصحاب ميتحركوش لغاية ما نعرف اذا كانت الرسالة اندفنت معاه ولا حد استلمها قبل ما يموت موسيقى كيف حالك يا هاجر وكيف حال الوارد؟ بيعدل ثواني في انتظارك يا سيد اسماعي يا هاجر اختف رجل في الحدي ياسمينة اوليلا حسن وصل من عيني يا سيد حرما يا والتي يمعن يا ابني اهلا وسهلا بالعزيز الغالي كيف حالك يا والتي الحمد لله البركة اللي لقيتك بخير خالف الفلوس بستهالك تكون خلصة لا امدا دي كفت وفاضت والحمد لله ربنا يخليك ليا وما يحميش منك ابدا اهلا 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 يا مرحب الغالي ابن الغالي اهلا بسيد متولي اتفضل اضعنا ورد انت الحمد لله على السلامة حصلت البركة يا سيد متولي القهوة يا هاجر مبروك يا حسن مبروك ده نصر من عمد الله اه بس ياك بقى نفسك متكبرش علينا نفسه تكبر على ايه اه على ايه ليه انت مبلغتش الخبر ولا ايه مش حسن اتعين ريس على القوافل بعد ما مات ريس اسبعين اتعين ريس؟ اه كنت حولك يا والدي تستبيني وبينك ليه يا حسن؟ هو الجار يعني غريب عن جار؟ لا سمح الله انا ملحقت وصلت الا ولقيتك بترحب بيه طبعا طبعا انت زي ابني طبعا طيب استازل انا مو بدل لا لا الدنيا ليلة سلام عليكم سلام عليكم الف الحمد الله على السلام يا حسن سلام عليكم طبعا دي ابني احكيلي ازاي كانت رحلتك كلام طلع صحيح؟ ما قبلش الشك احنا لازم نشوف طريقة ونخلص منه انت اللي لازم تكون ريسي الاوافل مفيش طريقة رادي شيخ المنصر اللي ازا كنت انت اللي تعينت دلوقتي نقول له ايه؟ طريقة واحدة فيش غيرها متولي خنجر يتريشة في ظهره والدنيا ظلمة ولا منشاف ولا مندري افرض الخنجر مجاش فيه افرض ان اربض عليكم واحنا مش فاضيين وانا اوافر بتنادي وبتقول تعالوا انهابونا اسمع بغي احنا يا هو هو ما تخافشين بقى حسن بيحب ياسمينة ان الشيخة ابو النهجة وهي بتبكله نفس الشعور وفيه مملوك اسمه شهين كان طالب ايد ياسمينة وهي رافضت فلو عرف ان حسن غريمه مش رح يسكبه لكن يدفع دم قلبه عشان يخلص منه ابو حنضمن منين انه حياتيله ده شرغان انت متعرفوش ده يضرب الخنجر زي ما تاكل انت نقمة العيش المهم بس ان يشوفهم هم الاثنين ساوا تغرغوهم لو انا ماشي كعفر شكت يا شكت يا زي بدر التمام يا سيدي وقيت لك دينا ما عرفت من اوصلت الدنيا ما كاناش سايعها من الفرح وزمانها في انتظارك يا سيدي جبتلي الدفاير يا سيدي شكتك الدفاير والطرح وكل حاجة بس عتقيني دلوقتي عتقيني حاسم ما تيجي ابني تقعد معايا شوهية والله يا با وحشيتني عادتك الحلوة انما رايس سمعين مديني السالة ولازم اوصلها طيب يا ابني مع السلام ايش بتلك اكيد حاسن حيقابل يا سمين او احنا نمشي وراه لحد ما نعرف حيقابلها فين وبعد نندي خابة لشيين اشتركوا في القناة 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 حاسن يا سمينة اش اش يا جعفر الظروف بتساعدنا لحظة واحدة وارجعلكوا معايا شاين اش شوه زاد يا سمينة اسكت يا حاسن اسمينة كانت هتروح مني ازاي احنا من زمان موعدين لبعض قيابك طال المرادي اتقدم شاب باسم شهين وطلبني من ابويا وابويا وافق لكن انا رفضت وقلت له العهد واعد يا بويا يا ويل اللي ياخدك مني كيف كانت رحلتك يا حاسن ارفع الحجاب وانا اقولك ايب يا حاسن ايب ليه كلها يومين وحنتجوز ايب يا حاسن لو حد شفنا حيقولوا البدر زهر قبل اوان ورد الخدود نريد نقطفه عملت ايه يا حاسن قطفت وردة وفاضل التانية واللي ما يبجيك خير ميلة ممتع محاير مكتو قد اعددنا كل شي وننتظر إشارتك لنحضر وننضم إلى إخواننا الوطنيين حتى نخلص الشعب من طغيان بذران الخائن للوطن والوالد الله 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 إيه ده دي الرسالة اللي وقت من حسن هبشر يا جعفر الظروف بتساعدنا كلمة البدران ونخلص من صاحبك للأبد طب ما نكتب الكلمة دي البدران بدل ما نقوله له فانسيت شهين وشهين داخل ويه في الموضوع مش هو اللي حيخلصه من غريمه يبقى لازم يدفع التامن قولي يا سيد جعفر يا نعم ايه اللي تعرفه عن حسن انا اعرف حاجات كتير قوي عن حسن ممكن توديه السجن كده لكن ازاي توديه السجن هو سؤال وجيه حسن عنده رسالة تظاهر عليها من السوار شعرفك ان الرسالة دي من السوار اه فضل اقرأ جوائد منهم بارح بعد ما تعارك معاك ولو انقبض على حسن والرسالة دي وياه السجن طول عمره ولير علي وتهنالك بقى اسمينا يا شاين بيوتيس لكن لكن رسالة دي كتراحل مين اه دي كتراحل واحد اسمه السيد عبد الجليل السيد عبد الجليل اي عبد الجليل مين المساكن فين ده ساكن في عطفة الرمان شعرفك ان عبد الجليل ده له علاقة بالسوار لا يمدي حتى عرف مين معدول ومين معدول ثم حسن رفض يسلم بسالة دي لخادم عبد الجليل كده طيب سيبوني افكر شوية النهار ده اه على راحتك يا شاين بيوتي وعلى كل حال احنا هنا كل يوم في نفس المعات سلام عليكم وعليكم السلام تولي ها ها السيد عبد الجليل موجود لا مش موجود حضرتك مين خليه اتفضل يا شعبان اتفضل كنت استغربي اللي جابني هنا دلوقتي بعد ما حلفت اني معتبش دارك خير ان شاء الله لكن ليك يهد في الحركة الوطنية الاخيرة ليه خايف علي صراحة انا خايف على نفسي بس اتقبض عليك وتعرف ان انا اخوك مش حسلم من الازل ما تخافش احنا صحيح من اب واحد لكني انا تولدت هنا وانت تولدت في اسطنبول انا تربيت في بيئة وانت تربيت في بيئة تانية محدش هيخطر في باله ابدا ان احنا اخوات يعني بتعترف انك انت من الصور ولي الشرف عبد الجليل انت مجنون انت بتلعب النار فوق لنفسك عبد الجليل انت باصلك تقدر تعيش سيد هنا وانا ما اطمعش الا اني اكون خادم خادم للوطن اللي رعاني ازاي انصب نفسي سيد على ناس امي كانت منهم فول عمرنا مختلفين في الرعي لانك عايش عيشة اللي انت بتسميهم اسياد لانك ما جربتش الظلم اللي بتقن منه الاهالي لانك ما شفتش الجبايات وازاي بيدمعوها ما شفتش الاستعباد في الصورة البشعة اللي انا شفت فيها يا بوس يا بوس بس زي انا معرفت انك اتب من الصوار جايز جدا حد تاني اعرف مش هتخسر حاجة عبد الجليل لو تحاذر ألم وحب وراء هيا دي وعدات القتال مش تقول لي خانجر طول عمر خاف مني الألم أكتر ما خاف من السيد اكتب اكتب بعدين يم يتولي لو عرفوا خطي مش هاي ما هي الايد الشمال معمولة لظروف اللي زيدية اكتب اكتب مرايك اكتب 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 انا رئيس الشط مخلص ينصحكم لوكل الله وكل الله ان تسجعوا بالقبض على حسن الفلالي از انه يخفي في داري رسالة يهمكم الاطلاع عليها الامضاء مخلص مخلص بالمناسبة دي انتو حطيت الرسالة ببيت حسن ولا لسا لسا مستميني انا سمعت ان حسن وميسمينة هيكتبوا بعد يومين انت بغتصر في النناسب علشان يدس الرسالة في بيت حسن وهو دا اليوم اللي انت هتوصل فيه دي لبدراء سبنا احنا اتبقى لقبه بس وتوكل على الله هوني احنا اتفقنا على كام على الف دينار ادي يا سيدي خمسمية منهم اه والخمسمية سنين ليلة فرحك بإذن الله بإذن الله بإذن الله وقفة كام ياهم بإذن الله فوقن لوك بإذن الله والخمسمية بإذن الله والخمسمية وقفة كام بإذن الله للحن إذن الله الله يليل الله على الحلوين لما الهلال يتوي على الاسمين الله يليل الله على الحلوين لما الهلال يتوي على الاسمين وادي الهنة والفرح من اسمين ويا محلى يسمينة بتعبها اكتب الله يليل الله الله يليل الله على الوعد ويا الكل ويا الكل لدي الفوارس كام بسيط الكل بسيط الكل الله يليل الله على الحلوين لما الاسم تختار الله يليل الله على الحلوين لما الاسم تختار لما الاسم تختار ولسمهم نرجع نعيد الكل الله يليل الله الله يليل الله الله يليل الله على الوعد ويا الكل ويا الكل يا اوله ويا ايه انا معلاق على تنفيز الاوامر بتسمح يا ابني انفاه لي اتفه slavery بهم انيوجها الحسن davis حسن يحيب بكرا لداري الشرطة الواحد وقسمناك مش عنا الاوامر لازم تنفذ قدامي! حسن! حسن أجي معاك يا أخويا! لا لا! إحنا دي اتنين ونروح معاك! ما فيش داعي! أنا متأكد من نفسي! وحرك عنكم حال! فتشوا بار! لا حول ولا قوة إلا بالله! نعم! حسن الهلالي! أنت حسن الهلالي؟ نعم! صنعتك ايه؟ ريس على قوامر الشيخ فادي كدامي توهم وجهه إليك! تقومني بالصبت حسن الهلالي عمره ما كذب ولا غدر تلك عداء أفضل معرفهمش عشان ما اضطر شكرهم طيب إيه ربك على الاتهام ده اللي كتبه ند الراجل ما يخافش يكتب اسمه تعرف خط مين ده أنا مظلمش حد إيه صحيح في الاتهام ده حسن كان معي رسالة بالفعل سلمها لرئيس إسماعين قبل وفاته لكن طعت مني وكنت تعرف مضمونها لا الرسالة كانت مختومة وإيه اللي خلاك تخاطر وتحمي الرسالة ما تعرفش مضمونها أي راجل يعرف معنا الشرف كان عمل اللي عملته وصيّة ريس بيسلم الروح أمر مقدس كلامك بالصدق ناطق يا حسن وبين عليك الشهامة لكن الرسالة دي كانت مركهة مين آسف مش من حق أول يا توفي كده يا حسن الجلالي هي دي الرسالة يا حسن نعم لكن زي لكن زي لكن زي لا إله وعندما كنتم خطيها ده مش كده هي الرسالة دي كانت بوقعة لمين لمين بس يا حسن أنت مش حاولة تخرج للادي في شوية إجراءات بسيطة لازم تتم قبل ما نفرج عنك في الفاجة في كل شيء تي مش حاولة نخرج تلوقت أنا وقت بالفاجة طبعا عم الشيخ فاضر طمن والدي وياسمينة ولهم حسن راجع في الفجر أبوك وياسمينة أمانة في قابتك يالله بينا يا شيء بزران السلام عليكم وعليكم السلام مالو حسن أبطتم عليهم احتكمتوا إيش يا شيء فاضر طبعا الموضع حسن في غاية الخطورة حسن مش معقول دولاني بطير عندما مش في الشر أكيد مظلوم إذا كان بريح هتظر برقته مؤكد بريح أنا مسعيد ترمان بس خليه يروح لي عارضه دي الليلة ليلة تفرحه يا شيء فاضر القانون هو اللي حيقص صفامر حسن مع السلام ويسألك يا حسن يا حسن حسن شوفتوا الخانجر ولا الآلم إيدك بقى على الرصيد الرصيد إيه إحنا مش اتفقنا أن الدفع يوم كتبك تابي ده أمر مفروغ منه إنها مرحلة بيئة وأنت سيدي العارفين ده أحاوسها تفرج معك حد يقول لا زي ما بعتلي حامل الرسالة بيا صاحب الرسالة البدران شكرا باردو شكرا باردو أنا بعليل 15 يوم مرمي هنا في السجل حاوس أبو البدران ليه هو أنت سحب أنا مش حاجينة تفرج إيه 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 ترجعي الخطة على جنة عايزيت أن أنا عايز أبو البدران أنا عايز أعرف خربتي إيه أنا مش طالب رحمة أنا طالب محطمة حتموني أناس حتموني بس ما تسبونيش مرمي أنا في السجل أنا مالي أنا مالي أنا مالي أنا مالي أنا مالي رحلوم يوتقل المغول خطو في أسفن قبل مش عايز أسمع حاجة اسمها حسن الهلالي أبداً تفهمينك؟ أه ودو الكلب ده 500 دينار مالي 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 ترجعي ملحباً 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 يا طرى دي مية ولا دموع المظلومين يا طرى انت فين دلوقتي يا ولدي جعان ولا شبعان ميت ولا حي شيد دوت زول يا بحسن يا منا خايف يا ناسمينة لموت من غير ما شوف حسن هتشرى عليك ما تقولش كده ده انا حتى مبارح هلمت حلم خير يا بنتي هلمت ان حسن راكب رهوان أبيض وماشي في وسط السحرة وفجأة هجموا على اللصوص مسك سيف وزي البطل وقاعد يضرب فيهم يمين وشمال لحد ما انتصر عليهم لكن اللي جرح قلبي انه ما كانش بيتحن انت رجعت للصيام تاني احسن خلي العيش لكلاب السجن ام الشيخ فاطس انت عملت كتير هنردين لك ده كله ازاي يا بيت يا عيد ما تقولش الكلام ده ده الشيخ الهلالي زي اخويا واكتر وليه ازاي حالودي والد؟ حالو اسعب على الكافر عصريته على ابنه حسن ملهاش فضوت ما عندكش خبر كده يفرحه يا بنتي الامل اصبحوا اسمتنا كده عم الشيخ فاطس السلام عليكم ورحمة الله ابويا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا بنتي؟ الحمد لله بارك اندي لقيتك يا شيخ فاطس اهلا وسهلا اتفضلي خير ان شاء الله الحمد لله بقى الدياب حسن طوي قوي والاشاعات اللي طلعت عليه كتير والبنتي من الظلم انها تستنى على زمة واحد ما نعرفش مصيره ايه يا شيخ ابو النجا العبد في التفكير والرب في التدبير ده كلام صحيح ولكن البنت زنبها ايه ثم ما خبيش عليك اتقدم لها عليس اسمه شهين وناوي ادفع لها مهر ممتاز لك انا مش موافقة يا ابوي يا بنتي يا فضي ان حسن انا مش ممكن اسيب ابو حسن يا ابوي وزاي ما كنت معهم في الافراح حفظا معهم في الاحسان حسن يا حسن كنت بهاب الموت عن الحياة بالنسبالي كان معناها السعادة لكن دلوقتي كل شي يتغير والموت اصبح طريق خلاص الوحيد حسن الصدقينين تكونش دي اوام لكن تصد حفرة يمكن واحد زيه بيفكر في الحرية الحرية مين المكنون ده اللي لسه عنده امل امش لازم خف مني اتكر نحتم الحراس اذا كان بيفكر في الهروب صحيح يمكن في طريق هاو نساعد بعض يمكن في امل 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 انا ضعيف مش حقدر اساعده فين الاكل فين الماء ايه السلام عليكم السلام عليكم ايه ايه نفسك انفتحت على الهجل ده عندي انا ماينفعش ليه كل لقمة على درسه ينفع نفسه موسيقى 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 المترجم للقناة يا لالو يا لالي أبي الغرم ألي اكتبوا أنا من لي يا لالي يلالو يلالي يلالو يلالي حضي الغرم ألي يلالو يلالي حضي الغرم ألي اكتب وأنا ملي يلالي يلالو يلالا يلالو يلالي محلة العزدية على الجبين تسحر والبدلة وردية مشغولة بالبرد والقيمة سلطاني والقامة غذلاني والقيمة سلطاني والقامة غذلاني والقيمة سلطاني والقامة غذلاني يلالو يلالا يلالي حضي الغرم ألي يلالو يلالا يلالي حضي الغرم ألي حضي الغرم ألي وصر المحل يفظرها بيامين وصواني وأنا لي ريحة وجياني وصواني وأنا لي ريحة وجياني تغل لي لا عصم اللي يا لالو يا لالا يا لالو يا لالي يا لالو يا لالا يا لالو يا لالي 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 اتنقوا أنا مالي يا لالالي يا لالو يا لالالا يا لالو يا لالي يا رب ليه تديني الأمل وتحرمني منه لا تيأس يا ابني من رحمة الله شكرك يا رب انت مين؟ ساكن من سكان هذه القبور بيبحث زيك عن الحرية وانت بقى لك كتير هنا؟ بقى لسنين سنين طويلة معرفش عددها كام وانت تسع سنين ايوه تسع سنين ودلوقتي مش عارف اضحك واننبي كنت فاكر اني بفتح طريق الحرية اتريني بفتح طريق زنزادتني تايب بعضو نشاهدك واللي ما يدر تستعمله انت لوحدك يمكن نقدر ان نحمله احدا الاثنين ايوه معك حقه بس دلوقتي ارجع الزنزانة بتاعتك قبل ان اضغمي الشاشة حاضر حاضر ح Hast حان 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 حب يا سلام من تسع سنين دي اول مرة اشوف فيها وش غش السجال واشوف فيها عين خجلة من القسوة انت اسمك ايه يا ابني؟ حسن الهلالة وانت؟ انا جلال عبدالله الشمعة دي جبتها منين؟ دي يا ابني بقى من الشحمة بتاع اللحمة اللي بيدهالنا كل جمعة فضلت احوشه احوشه لحد ما عملت من الشحمة دي انت ايه اللي سجنك هنا؟ اتجرقت مرة وقلت الحق وفي الزمن ده اللي يقول الحق لازم ايه تشعي التامن وانت؟ انت ايه اللي جابك؟ السر 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 وانت ايه اللي اقوم يا ابني في الدنيا ده كان انا الظلم اللي صبني كماني في السكن غيرك بيدفع التامن اغلى الحمد لله انا اول ما سمحت صوتك حبيت الحياة كنت يارس كنت بتمنى الموت ميه الموت؟ الياسي ده الشيخ فاني زي حالك انما انت لسه شاب والشباب اعمل اعمل مثالك كلمة دي ما لها شبوط ندوش الكلام ده يا حسن ابنا قال في كتابه العزيز قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله العزيز اعمل تحت تبيني زي يال بوك اعمل 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 هذه يا ذي السنة بتاعتنا وليه السجون ه نكشف تباك باك めه وهي العلامات دي كلها العلامات دي يا آمني بتساعدني على ان اعرى في الوقت والسنة والشهر اللي اعنى فيه انت تعرف علم الفلك ايه الفلك والتاريخ واللغات وحدك كتير اوي حب اعلم هالك اه اه نتسلم اذا الفيدي ده كله والانسان محروم من حري حريتك يا ابني مفيش حدا حيدهالك غير ده ودي دلوقتي ما نبتدي نفحة نفأة في الدقاء ده هو ده اللي هيوصلنا برا السبن صح صح يا حزم ؟ اقوله ده وقت انت تعرف كل اللي ما اعرفه التاريخ وحساب المثلثات وعلم الفلك اوه اوه لو علمك ده يخلني اعرف من اللي ما لفلك حاوز تعرف ليه يا عشان انتقم انتقم لا يا حسن لانت زي ابني مش حاوزك تتعز لانت قام سلاح له حدين حيصب غيرك صحيح لكن حيجرح قلق شخ جلال رد علي السلسانة يا حسن مش عطر اتنغفز انا حاسي سيبن ايامي في الدول بايت معدودة يمكن نقدرنا يا عرب سوا ويمكن نقود يفر ما تقولش كده عشق جلال تعال ويعز عليها اني افرق افرق شريك وحددي ورفيق الوحيد في السنين اللي فاكت يقولها من غير مطبعك على السر يمكن لو كتبت لك انك ينفعك في يوم من الحيام اه انا غاني يا حسن غاني فوق ما تتصور ما حسيت بالخطر اللي بيهدني تمعت كل اموالي ومجوهراتي واخفتها في مكان مغور وعيشا ما اقدر اهديتي للمكان ده عملت له خرطة حد هالك ايوه حد هالك وصفتك وارسي الوحيد ايوه 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 يمكن ما تصدقنيش يا حسن لو قلت لك ان الصروة دي حتخليك اغنى راقي في الحالة لكن اللي بالحالة لو قدرت تطاره مش هترخ صراحة ابي اذا بحزت عن الكنز ده متأكدت من كلامك الكنز الحي يا شيكلال او وجودك معايا النور اللي استمديته منك القوة المعنوية اللي روحك الهمتها الروحة الامل الامل اللي اوقده ايمانك فيه هو ده الكنز الكنز اللي ما قدرش حتى يخدم مني ابدا معاشا يا شيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال تعيش انت انت خبر للطربي يجي يشير وانا حب ابلغ الحاجة شكرا لأقي انت حلوك! انت حلوك! مات! انت! انت! انت ريو! انت! ميوني! انت! 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 اشتركوا في القناة 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 القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 عن كيس من الجلد هو أمانة ترد إلى صاحبها الشيخ فاضل حاضر سليل مستني يا شيخ فاضل يلا بينا يلا بينا تعاوز تجيب في ليلة القادر مش بس ديوني اللي اندفعي وبقى معك مال والحمد لله اسمح لك بممارسة التجارة من جديد سبحانك ربي طلبت الساتر فستجيب وكنت خير الساترين وفينا المعروف لصاحب المعروف والآن حانت ساعة الانتقام الأمير عزتين أمير السندستان سيد الوالي إني أضع عند أعتابكم ولاء الشخصي وتحيات إمارة السندستان مرحبا بالأمير عزتين أهلا وسهلا شرفتم الديار تفضل ما أجمل هداياكم يا أمير أجمل منها رؤيتكم يا سيد الوالي أرجو أن تكون قد قمت برحلة موفقة موفقة إذ رأيناكم في نهايتها تحكي لنا يا أمير عن البلاد التي مررت بها ونحن نسمع علوان الموسيقى بدران سيد الوالي فلتعزف الموسيقى ولترقص الجواري تحية للضيف الكريم أمر سيدي الوالي موسيقى المترجم للقناة موسيقى 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 أمان جانم على الخفة وورد الخد والشفة أمان جانم على الخفة وورد الخد والشفة أمان جانم على الخفة مؤسم خطوة الحار مؤسم خطوة الحار أمان جانم على الخفة 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 الوكس جميل ولكنني شخصياً أفضل غناء ميولن يا سيد الوالي تتفق في هذه النحية أسمعت يا بدران؟ الأمير مثلي ياهوى الغناء للناس فيما يعشقون مزاهب يا سيد الوالي السيد بدران لا يهوى الطرب إن مهمتي لا تتركوا لي الوقت الكافي لممارسة آية هواية رجال الشرطة لا يتغيرون لطالما سمعت هذا الكلام من رئيس الشرطة في إمارتي هذه أول مرة تزورون فيها البلاد؟ نعم مع الأسف الشديد أواثق أنت يا سمو الأمير أننا لم نتقابل قبل اليوم؟ أظن ذلك يا سيد بدران يقيل إلي أننا تقابلنا من قبل ولكن أي؟ لا أدري لابد وأن هذا الشعور نتيجة استلطاف متبادل بيننا جائز جائز بل مؤكد إن هذا الاستلطاف هو الذي يجعلك تظن أننا تقابلنا قبل الآن ويجعلني أؤكد أننا سنتقابل كثيرا بعد الآن سيد الأمير أيها نور نفذتوا الخطة زي ما اتفقنا؟ الأموال اتوزعت في الأسواق اسمك أصبع لكل لسان المجالس ما بقت لها تسيرة إلا اسم الأمير عز الدين وكرم الأمير عز الدين وشهيد نازل بكرة سوء الجوارد اتعاكد سمورولا الشيء اللي حطلبه منك يعز عليك حياتي فدك يا سيدي من يوم ما عرفتك كنت الشعاع اللي منور علي حياتي العطفة اللي كنت محروم منها لقيتها يوم ما لقيتك لقيت فيك العطف والحنان الوقت اللي ما كانتش حوالي غير الغدر والخيانة زمرودة بتحاول ترد الجميل يا سيدي ما تنساش انك خلصتها من زل الأسر وعملتها معاملة الحرار هو ده اللي شغلني يا زمرودة ما لقيتش حد غيرك أسق فيه للمأمرية الدقيقة اللي اخترتك علشان سمعا وطاعا يا سيدي بكرة حتباعي في سوق التواري والآن بسكو الختام الغالة التي سهرت البلاد عينما مرت سميرة الأماراء والنبلاء زمرودة ترجمة نانسي قنقر 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 الف دينار الف ومائة دينار الف وخمسمائة دينار الفين دينار ثلاث تلاف دينار توان幾oup اشف تلاف دينار اتكلم من الحكم ان احنا ننزحب دلوقتي انا كفيت ايدي خلاص الامير عز الدين يشاع انه من كبار الاغنياء في العالم حتى يشتري جارية بعشر تلاف دينار يا جعفر لازم فعلا يكون اغنى رجل في العالم اذا كان الامير عز الدين زي انا ما سمعت لازم اتعرف عليه ايشي طبيعي سيدي الامير عز الدين بالباب ايه الامير عز الدين الامير عز الدين خليه تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفت الدار واصحاب الدار يا امير السيد شهين تحت عمرك هل انا متأسف يا شهين بي نور دخل المزاد وهوك الشخصكم الكريم ولما عرفت ما حدث لقيت من وجبي الاصراع لازالة سوف التفاق وارجو ان تقبلوا زمرودة كهدية وعرقون للصداقة ومواتك بالعفو يا امير انت بتغمرني بافضالك انا كنت مصمم على شراء زمرودة لان اعرف اصلها النابية وارجو ان كنت عملوها معاملة اهل الدار من العار يا امير رافض هديتك اتفضل يا زمرودة دخلوها الحريم تأكد يا امير ان زمرودة حكون لها اعظم مكان عندي وكل ما اتمنى ان الظروف تساعدني على رضي الجميل انا واسخ من الظروف يا شهين بي اتفضل يا امير اسمح لي اقدم لك اصدقائي رسم بي مراد بي وجعفر بي تشرفنا يا جعفر بي الشرف ليه نحن يا امير ما اجمل مجالس الاصدقائي الاوفياء ارجو مكنش عكرت عليكو صفو انسوكو لا ابدا بالعاكس ده احنا كنا بنبحث عن وسيلة لنكسب صداقتكم وخدمتنا الاقدار بتشريفكم يا امير ده من حسن حظنا بس ارجو مكنش صدقتي من سوق حظكم ظريف الامير متعرفيش جاي من اني بلد الاراء مختلف يا سيت باين عليه الامارة هو بالفعل امير هو ايه رأيك فيه الجارية ملهاش رأيها سيت انتي عندنا مش جارية انتي وصفت يا زمرود في الحالة دي حتجرع واقولك على رأيي رغم المدة البسيطة اللي قدتها وياه بيتهيقل الامار فقلبه جرح بيحاول يخفيه تديله كم سنة يا زمرود من الصعب تحديد سنه لما بيدحت تديله تلاتين ولما تفرقه الابتسامه والماضي يظهر في عينيه كأنه ملو شوف غريبة الكلام اللي باسمعه ده كأنك بتحكيلي عن شخصية من ألف ليلة وليلة كان نفس شعوري أول ما قابلته شبهته برحالة مغامر عابر سبيل ما حدش عارف هو رايح فيه وما حدش عارف هو جاي منيه وما حدش عارف هو جاي منيه يا سروني أن مجلس الصداقة يصبح مجلس أعمال المثل بيقول بارك الله في الصداقة القائمة على العمل أكثر من العمل القائم على الصداقة يا سيد جعفر أنا لا أشتري قافلات زي مش بتقول انك هتبارس التجارة هنا التجارة في نظري لا تسمى تجارة إلا إذا تجاوز المبلغ ميت ألف دينار ميت ألف دينار ده تمن جميع القوافل اللي حتصل البلد لغة آخر الشهر دي أقل صفقة ممكن أعملها جوابك شروطك القافلة تضمن وصولها على مسئوليتك والمبلغ يسلم إليك نقدا مقابل سك بإمضاءك وهو كذلك اتفقنا مبارك يا سيد جعفر ألف مبروك يا أمير ألف مبروك يا سيد جعفر بالمناسبة دي أدعوك لحفلة ساهرة في قصري ابتهاجا بالروابط الجديدة وهو كذلك بأكبر صفقة عملتها يا سيد جعفر عبارك يا سيد جعين شكرا ما تستعجلوش لسه قدامكو أعمال كتيرة معايا تم التعارف على الجميع يا نور والليلة بالي ابتسامات المزيفة وإبارات المتح المحسولة حيتغزل الأمير عز الدين في أعداء الأربعة هيا بنا مرحبا بالأصدقاء الأعزاء يا مرحبا بك قصرك مديع يا أمير تحت أمرك يا شهين بي المئة ألف دينار يا سيد جعفر وآدي السك ممضي السك ده ملوش قيمة في نظري ليه بقا؟ هو مش عليه إمضاي 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 ده ما تكفيش إحنا عندنا مثل في السندستان بيقول الإيد اليمين ممكن تمضي والإيد الشمال ممكن تبضر آه أصدق يعني أمضيلك كمان بإيدي الشمال لو سمحت إيه عندك مانع؟ لا أبدا ما فيش أي مانع مع أمركش كتبت بإيدك الشمال يا سيد جعفر لا ما حصلش متأكد مع طبعا متأكد خلاص تبقى دي أول مرة الفضل أكتكر دلوقتي ممكن أولوكم أبروك متشكر يا نور وصل الأموال دي لدار السيد جعفر أمر سيدي والآن دعونا من الأعمال ومتاعب الأعمال هيا بنا إلى الحديقة لنتابع الصهر موسيقى 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 ظالم مائيئا مشكلة ميهدال كم من بريق اترمى منك بكل ميهدال كم من بريق اترمى منك بكل ميهدال موسيقى بكرة الميزاني تنصب بكرة الميزاني تنصب والقرد لامي تقال وتشوف هوايل هنا قبل القيامات تقال ارجو ان يكون ضيوف الاعزاء مستمتعين بالصهراء جميلة فعلا ليس في الامكان ابدع مما كان الحمد لله سيد الامير ايه يا نور السيد متولي خليه تفضل كنت اخشى ان تكون هذه الصهراء اقل من مقامكم عندي السيد متولي اهلا بالسيد متولي شاهد بيه كعفر بيه السيد متولي وكيل اعمالي في القاهرة ايه انتو تعرفوا بعض قبل كده؟ ايوه احنا سبقت عملنا مع بعض في الماضي ده من حسن الحظ لانه حيسهل المعاملة بينكم في المستقبل السيد متولي كوكيل اعمالي والسيد جعفر كعميل ليه قلتي لي بقى يا سيد جعفر القفلة هتنصل امتى؟ على الهلال الجديد الهلال الجديد يا امير باذن الله من تظنه يكسب يا سيد مدران؟ الاقوى ام اشد دهاء؟ الاقوى طبعا فالقوة تغني عن الدهاء؟ احيانا ولكن الدهاء ينتصر دائما في النهاية اتود مراهنتي هذه لعبة تنتهي عادة بالموت وانا لا اربح من وراء الاموال ولماذا كنت بهم اذا؟ ارضاء لرغبة بعض المدعوين اه فهناك كثيرون يا سيد بدران يهوون رؤية الدماء ههههه وانا لست واحدا منهم هههههه انا عم تسافر وتجيب لي كل ما يمكن من معلومات عن السندستان وعن أمير السندستان فاهم؟ إنباريح طول الليل أنا مدوء تشطع منهم إيه رأيك في الأمير عزدين؟ إيه رأيك أنت؟ معرفش ليه كل حاجة فيه من خوفان طريق كلامه، لهبيته، نظراته الله أيدها نفسي شعور يا جعفر ولو أن الرجل غاية دلوقتي ما بنش منه غير كل خير هو اللي هزنا شوية ظهور متولي في الحفلة بس دائم كان يكون لمصلحتنا لنتهز الفرصة ونصلى علاقتنا ما عم يتولي أيوة، بس لازم تقابله في مكان بعيد عن الأنظار فعلا دي أسلم طريقة بقى كده أيوة، واتفقوا مع بعض على أنهم يصلحوا أمورهم مع متولي ده شيء كنت أتوقعه المهم، بلقيت الحجة؟ دورت عليها في كل حتة من غير فايدة فتشت البيت حجرة حجرة، ما عدا مخدع شاهنين ما وصكيش، حذري منه على قد ما تقدري الأيام علمتني أرهب الشجاع مرة، والجبان ألف مرة إطمئن، زمردة بخير، طول ما هي في خدمتك فورا أنا مش هيطول يا زمردة أنا بتدي تجمع كل الأدلة في إيدي من المستحسن أنك تعود دلوقتي قبل ما أكتشف ضيابك بقى قلت لي أن الوطنيين الأحرار مشتتين طبيعي، ينقصهم زعيم ينقصهم زعيم خليهم يبتدوا نظموا نفسهم من جديد ويكونوا دايماً مستعدين الظلم قد يطول، لكن لا يدون وعاوز أعرف ما أكلفك الأمر، إذا كان عبد الجليل عايش ولا ميد وإذا كان عايش فين هو؟ أمري سيد، سيد الأمير، السيد غراف شيخ النلصر وصل خليه تفضل، مع السلامة مرحبا بسيد غراف، إحنا في الخدمة يا سمو الأمير أظن في زمانك كنت شريك جعفر الكلام ده كان زمان قبل ما يغضر بيه وليديك فرصة علشان تاخد بطارك أبوس إيديه ورجليه إيه اللي يلزمك؟ رجال وشلاح، وتفرج علي إجرانه يا نور، أعطيه ما يشاء أمر سيده موسيقى يا سيد متولي، دي كرسة والله العظيم كرسة تلت قوافل يتنهبوا واحدة وراء الثانية وهنا إيه اللي اسبت لنا؟ ليه ما يكونش ده عزري من أعزارك العديمة؟ لا، وحياتك أنت يا سيد متولي على كل حال، يعني أنا طالب مهلة مهلة بسيطة، أجهز فيها قوافل أخر مهلة، يعني قد إيه؟ نقول شهر، شهر، أي وهو كذلك، بس اسبع نعم، يكون في علمك إن الأمير عز الدين مش حيقبل منك أعزار بعد كده، فضل خلاص، خلاص يا جعفر، مدام إدالك مهلة شهر؟ يبقى، يبقى عندك وقت كافي يا حكاية مهلة يا شهرين؟ المال اللي إدها الأمير راح، وراح معاه قدوا من عندي ها؟ تزمو رودا، تزمو رودا، تزمو رودا، تزمو رودا الحرمان طاير النوم من عيني حرمان إيه يا رجل إنت؟ دي جاريا في بيتك وملك يديك جاريا في بيتي، دي ما بتحرقش ياسمين ولا نحظة، مش طاير من يا حق ولا باطل دي جاريا، لكن متهيق لي برضو إنها رايداني وحياة أبوك خلينا في موضوعنا، إنها بلغتنا أخبار بأن غراب هو اللي بيهاجم القوافل، مناش شفوه وتعرفوا عليه غراب؟ مش غراب ده اللي كانت موسيقى موسيقى هيه، ايه، 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 على كل حال ما فيش داعي للتشاؤم، المسألة حلاها منتهى البساطة، زود الحراسة غراب، أنا أسبعت إنهم هايزودوا الحراسة، طوموا بإيه يا سمو الأمين زود الرجال موسيقى 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 ألف دينار إوعى تتردد يا متولي الأمير كلها يومين وحيودع أما المبلغ هو اللي يفضلك طول العمر المترجم للقناة تقي شر من أحسن تأليف يا طرى جعفر حيعمل إيه؟ لما اكتشف إن السكوك اللي خدها متولي كلها مزيفة الجزاء دايما من جنس العمل تحركت العدالة الإلهية تقتص منك القاتل ده يقتلني وتقول لي عدالة ما تكفرش يا متولي ربنا اداك نعم الدنيا كلها الصحة والمال والأصدقاء عملت بهم ايه الأصدقاء كنتهم والمال استعملتوا في الربا الفاحش وبالرغم من كده كانت رحمته وسعة بعتلك عابر سبيل اداك جوهرة تساوي صروة مملتش عنيك الفرغة الطمع خلاك تنسى كل نعم الله وتعتبع الليل اللي احسنت اليك وعرفتنا كلهم نين انت مين انا الماضي يا متولي انا الماضي اللي ممت افتك انت عابد السبيل انظر لا بعد من كده متولي استعيد ذكرياتك الاولى انت انا حسن الهلال حسن الهلالي ايوه حسن الهلالي حسن الهلالي الاراض ربنا انه يخرج من سجنه ويشوفك بعنيه وانت بتدفع التمن زنوبك لكن حسن الهلالي حيكون اقرب منك بالقبضة على جعفة ارجو ان يتم ذلك سريعا حتى لا يخيب ظني في عدالتكم لابد من ان العدالة في سندستان اسرع واضمن بتطبق واي قانون القانون الازلي العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم بالشكل ده لازم في ناس كتير بيهروم العدالة لغاية دلوقتي لم يتمكن احد من الهروب قل لي اسموه الامير انت لك اعداء اتنين الزمن والمسافة ولسه ما هزمونيش اما الناس اللي بتسموهم اعداء فانا لا اخشاهم ابدا لان لكل منهم ماضي يحاول ان يقفي وما علي الا ان انبش هذا الماضي لكي اجعله تحت رحمتي وانت اسموه الامير للكش ماضي يا طب لي لكن ماضيك القبر المغلق اللي افتحه لا يجد الا الموت على كده انت لا تخشى احد فانا لا اخشى الا الله انا معجب جدا بسموك واعجابي بسموك ده بخليني ابحث في زاكرتي عن المكان اللي تقبلنا فيه ابحث يا سيد فضران ابحث واللي ابحث لازم يلاقي وارجو انك تلاقي جعفر حتى لا يخيب ظني في عدالتكم يا نور سيدي نور سيدي ناحر حيحاول الهرب بالنحضة والتانية عاوزك ترقبه من بعيد وتدي خبر لقرابة عن طريق سيره عمر سيدي حسنى عمر سيدي ايه ايزيلي يلا فوتوا دانا ايه حسنى ايه انت ايه 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 اه افش خلاص مش عاوز علا طب ويه الدار العصبية دي عسام سيب ابوك في حال اصله معزول اليوم اندول بلو مشغول تعال حبيب موسيقى باسم موسيقى موسيقى اه هيا يا سيدي لا موسيقى مش دلوقتي يا سيدي ماما يا افتس امتا امتا بعدين 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 بايش استده كابل بايش استده طب حروح اطمئن اشوف ستينة بيتولي لزا موسيقى بايش موسيقى اشوف موسيقى المترجم للقناة 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 نعم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والفقناة المترجم للقناة 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 سيد عبد الجديد مكان بدران ليعلي كلمة الحق لقد أحسنتم الاختيار يا سيدي فمن زاق الظلم يعرف معنى العدل الوداع يا سيد إلى اللقاء يا سمو الوداع يا سبينا لقد وصلت بنا الحال إلى مفترق الطريق الوداع يا أمير اشتركوا في القناة